بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سيهام الوعلم معاهد برامج تربية الفكرية لمرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس من مادة العلوم للصف الأول متوسط أولا حتى نستفيد سويا طلاب وطالبات من هذا الدرس هناك قوانين للتعلم عن بعد سوف نتفق عليها كما تعودنا سويا ونطبقها بإذن الله إذن ما هي قوانين التعلم عن بعد أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية إذن ماذا نفعل أولا؟ نبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك أقوم بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا لحضور هذا الدرس ومن ثم ماذا أفعل؟ أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز إذن نطلب المساعدة عند حاجتنا لتشغيل الجهاز من والدتي أو أحد أخوتي نتذكر طلابي وطالباتي الحرص على أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق إذن من قوانين التعلم عن بعد نطلب المساعدة عند حاجتنا لتشغيل الجهاز حضورنا واستعدادنا يكون قبل الحصة بدقائق حتى نستفيد من هذا الدرس سويا من قوانين التعلم عن بعد أيضا ماذا نفعل؟ نجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس إذن أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس وبعد ذلك نتذكر أن نجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية من قوانين التعلم عن بعد نستمع جيدا لكلام من؟ لكلام معلمي ومعلمتي حينما يتحدثون حتى نستفيد جميعا من هذا الدرس وبعد الانتهاء من الدرس كما تعودنا مع المعلمة ماذا نفعل؟ نقوم بإعادة أدواتنا المدرسية إلى الحقيبة المدرسية الخاصة بي أو إلى المكان المخصص لها إذن موضوع درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي هو الفقريات واللافقريات إذن سوف نتعرف سويا على موضوع درس جديد وهو الفقريات واللافقريات قبل أن نبدأ الدرس هناك بعض الأهداف التي سوف نحققها بإذن الله مع الطلاب والطالبات أولا الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالب على الحيوانات الفقرية واللافقرية الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي أن يذكر الطالب والطالبة تعريف الحيوانات الفقرية واللافقرية ثانيا أن يربط الطالب والطالبة بين الحيوان والعمود الفقري الخاص به وبعد ذلك يصنف الطالب والطالب الحيوانات الفقرية واللافقرية أولا سوف نكتشف طلابي وطالباتي من خلال هذه الصورة أريد منكم الإجابة على السؤال التالي ماذا يوجد بداخل هذه الصورة؟ ماذا أرى أمامي؟ إذن ما هي الصورة التي أمامي هي؟ لماذا؟ أحسنتم هي لعمود فقري الجسم الذي أمامي هو جسم خاص بمن؟ أحسنتم بالإنسان إذن الجسم الذي أمامي هو جسم للإنسان لدى كل مننا ماذا؟ عمود فقري يقع أين؟ في منتصف الظهر أحسنتم إذن يقع في منتصف الظهر إذن لدينا جميعا عمود فقري أيضا لدى من؟ هل يوجد عمود فقري لدى الحيوانات؟ نفكر لدى الإنسان عمود فقري في منتصف الظهر أيضا نجيب على السؤال التالي هل يوجد عمود فقري لدى الحيوان؟ نعم أم لا؟ أحسنتم يوجد لدى بعض الحيوانات عمود فقري إذن هناك بعض الحيوانات التي يوجد لديها عمود فقري وهناك حيوانات لا فقرية لا يوجد لديها عمود فقري الفقريات تنقسم الحيوانات إلى نوعان كما ترون أمامكم فقريات وهي التي لها عمود فقري وعظام اللا فقريات التي ليس لها عمود فقري سوف نتعرف من خلال درسنا لهذا اليوم ما هي الفقريات وما أنواع تلك الحيوانات من خلال استراتيجية العصف الذهني سوف نتعرف لدى الحيوانات التي لديها عمود فقري تسمى ماذا؟ بموضوع درسنا لهذا اليوم هي أحسنتم الحيوانات الفقرية إذن الحيوانات التي يوجد لديها عمود فقري وعظام وجمجمة تسمى الحيوانات الفقرية سوف نتعرف سويا على بعض من أنواع الحيوانات التي لديها عمود فقري يوجد أمامي صورة لحيوان ماذا يسمى؟ إذن أحسنتم تسمى سمكة إذن السمكة تعتبر من الحيوانات التي يوجد لديها عمود فقري كما ترون لديها ماذا؟ عمود فقري في منتصف الظهر ويوجد لديها عظام إذن الأسماك تعتبر من أنواع الحيوانات الفقرية والتي يوجد لديها عمود فقري أيضا لدينا نوع من أنواع الحيوانات تطرقنا لها في دروسنا السابقة وهي من الثديات وقلنا أن الثديات التي ماذا؟ تلد وترضع صغارها يكسي جسمها الصوف أو الفرو أو الشعر يوجد أمامي حيوان ماذا يسمى هذا الحيوان الذي أمامي؟ أحسنتم الجمل إذن الجمل كما ترون أمامكم لديه ماذا؟ عمود فقري أحسنتم جسم الجمل يوجد فيه ماذا؟ عمود فقري وماذا؟ عظام أحسنتم إذن الجمل يعتبر أيضا من أنواع الحيوانات والتي تصنف تحت الثديات تعتبر من الحيوانات الفقرية والتي يوجد لديها عمود فقري أمامي نوع من أنواع الحيوانات يصنف تحت فئة الطيور تسمى ماذا؟ أحسنتم الدجاجة أيضا الدجاجة من الحيوانات الفقرية والتي يوجد لديها عمود فقري أيضا الدجاجة من أنواع الحيوانات الفقرية تصنف تحت فئة الطيور أيضا من الحيوانات الفقرية والذي يصنف تحت ماذا؟ دروسنا السابقة تعرفنا على نوع من أنواع الزواحف أحسنتم وهو الثعبان لدى الثعبان أيضا كما ترون أمامكم مجسم الثعبان يحتوي على عمود فقري وعدد من ماذا؟ كما ترون أمامكم جسمه يحتوي على عمود فقري والعظام إذن الثعبان من أنواع الحيوانات والتي تصنف تحت فئة الزواحف تعتبر من الحيوانات الفقرية والتي يوجد لديها عمود فقري إذن الفقريات تصنف الفقريات من الثديات والتي تحتوي على أو يشتمل جسمه على عمود فقري مثل ماذا؟ البقرة أحسنتم البقرة تعتبر من الثديات والتي لديها عمود فقري أيضا من الحيوانات الفقرية الطيور إذن الطيور بجميع أشكالها تعتبر من الحيوانات الفقرية والتي يوجد لديها عمود فقري مثل ماذا؟ الدجاجة أحسنتم تعتبر من الطيور أيضا الأسماك تعتبر من الحيوانات الفقرية إذن الأسماك أيضا تعتبر من الحيوانات الفقرية وأخيرا الزواحف إذن الزواحف بجميع أنواعها أيضا تعتبر من الفقريات مثل ماذا؟ التمساح أحسنتم التمساح لديه عمود فقري وعظام كما ترون أمامكم إذن الحيوانات الفقرية لماذا سميت الحيوانات الفقرية بهذا الاسم؟ أتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم هي حيوانات لديها عمود فقري إذن طلابي وطالباتي من اسم عمود فقري أستنتج أن هذه الحيوانات تسمى ماذا؟ الحيوانات الفقرية هي حيوانات لديها عمود فقري وجمجمة مثل الثديات والطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف ونتذكر جيدا أن لديها ماذا؟ رئتان تتنفس بها إذن جميع الحيوانات الفقرية لديها رئتان تتنفس بها الآن سوف ننتقل طلابي وطالباتي إلى الأنشطة التي سوف تقوم بمساعدتي في حلها النشاط الأول يقول هيا نقوم بالتعرف على بعض من أنواع الفقريات إذن لدي عدد من الحيوانات أمامي أريد منكم ذكر اسم الحيوان الذي يوجد أمامي يصنف تحت أي فئة أمامي ماذا؟ أحسنتم البط يعتبر من الحيوانات الفقرية يوجد لديه ماذا؟ عمودا فقري أحسنتم إذن البط يعتبر من الحيوانات الفقرية أمامي حيوان آخر ماذا يسمى؟ أحسنتم البقرة تعتبر من الحيوانات الفقرية والتي لديها عمودا فقري ماذا يسمى الحيوان التالي؟ أحسنتم الدجاجة تعتبر من الحيوانات الفقرية أيضا والتي لديها عمودا فقري بعد ذلك لدي ماذا الحصان أحسنتم الحصان يوجد لديه ماذا عمود فقري يوجد هنا إذن الحصان لديه ماذا عمودا فقري أحسنتم إذن الحصان يعتبر أيضا من الحيوانات الفقرية ومن الأسماك لدي حيوان ماذا يسمى أحسنتم الحوت الحوت أيضا لديه ماذا عمودا فقري أحسنتم إذن تعرفنا سويا على عدد من أنواع الحيوانات الفقرية إذن سوف ننتقل إلى مقطع فيديو أريد منكم مشاهدة مقطع الفيديو طلع بيطاليباتي والاستماع جيدا إلى ماذا تعلمنا اليوم من خلال المقطع التالي ما رأيك أن نشتري أسماكا جديدة لحوض الزينة؟ فكرة جميلة لنأخذ جولة داخل هذا المتجر لقد وجدت بالمتجر أمثلة على المجموعات الخمسة من الحيوانات الفقارية حسنا دعني أتحقق من هذا معك حق فها هي الأسماك والعصافير وبعض القطة والسلحفات بالإضافة إلى التفضع هذا صحيح فالحيوانات الفقارية تنقسم إلى خمس مجموعات هي الأسماك البرمائيات الزواحف الطيور الثدييات لقد أخبرتنا المعلمة أن الحيوانات الفقارية هي الحيوانات التي تمتلك بجسمها عمودا فقريا نعم فالفقاريات لها هيكل داخلي عظمي يدعم الأعضاء الداخلية للجسم ويحميها مثل الجمجمة التي تحمي الدماغ وفقرات العمود الفقري التي تحمي الحبل العصبي كما تتصل عديد من العضلات بالهيكل العظمي لإحداث الحركة هيا بنا لنختار أسماك الزينة التي نريدها إذن تعرفنا طلابي وطالباتي في درسنا لهذا اليوم على الحيوانات الفقرية والتي تتصف بأن لديها عمودا فقري وعظام وجمجمة شكرا لحسن استماعكم كانت معكم المعلمة سهام الأولى